سهل فل عليكم جمعا مباركا الحقيقة فيه موقف حصل لي من ثلاثة ايام كده وهو شغيل لي بالي فتعالي عايشه اللي انا عايشته انا ساكن في المنطقة اللي انا فيها هنا دلوقتي انا هنا في منطقة من مناطق ستة اكتوبر وانا ماشي بعربية لقيت فيه ست مصرية جميلة وقفة بتبيع وحتى يفطأ منتجات بيتي بتبيع كل شيء لاحقا ما وقفت انا اعرف اين المنتجات اللي هي بتبيعها بس لقيت انها وقفة ولقيت انها عندها طفل وطفلة في سن اثناشر تلاتاشر سنة كل يوم معاها عديت اول مبارح وعدت مبارح والنهارده جيت برضه انا عايز اقول رهالكم من بايتها ما تعرفش ان احنا موجودين ولا انا مركز معاها ولا هاتعرفني تعريبا ممكن انت الكاميرا تجيبها هناك شوفوها شايفين هي وقفة بتبيع منتجات بيتي والعربات بتوقف وتشتري منها عجبني اللي انا شايفه ست مصرية بتجري وقلق متعيشها هي وولادها ومفيش عيب في الشغل ومفيش حرام في الشغل الشغل يعني كفاح اللي اي حد يفهمك انت كده وضربة حظه ما بتجيش الدنيا بتدي اللي بيتعب اللي بيشقى اللي بيشتغل بيجرؤ لقمة تعيشه مهما كان سنك مهما كان ظروفك لقمة العيش مفهاش ولا سن ولا ظروف ولا ليها اننا مينفعش الشغل شغلنا دي اهي ام مصرية نزل الشارع وتشتغل وبتبيع منتجات فالنهاردة الحقيقة نحن نعملها مفاجئة وعايزين يعني لو نقدر في ايدينا حاجة نفرحها بيها تيجو نعيش مع بعض اللحظة دي ونشوف ونعرف قصتها ايه وايه اللي هي بتبيعه وكل اللي بتفرج على الفيديو ده ان عجبتك قصتها ادعمها اقل حاجة ممكن تعملها انك تدعمها تعالوا نروح مع بعض ونشوف قصة الست المصرية الجميلة اللي هناك فالحظة سلام خير كيف تجعلك؟ انا تمر ايه انا اخبارك ايه ايك اخبارك ايه اخبارك ايه اخبارك ايه اعمل ايه اعمل ايه اروحة ربانا ايها الراقبك وانا اروحة كم يوم ركز معاك والله الان تقوم بيها اليوم اه اه هل تبيعي ايه؟ ما عرف اسمك الاول حراتك؟ انا داليا داليا محمد مامة محمد عالم بيكي ازاك يا محمد عمل ايه؟ ايه الاخبار؟ الحمد الله انت شبه ماما اوك حبيبي ايه ايه الاخبار؟ ازاك عمل ايه؟ ايه الاخبار؟ بنتك برضو؟ دورتنا ملك بنتك؟ ربنا اخليها لك يا رب بقت جاية من درس او ملك؟ لا انا سوف انا درس ايه في ملكة في سنة كام؟ انا في سنة سنة ربنا معاك يا رب ايه ادب او علم؟ علمي يلا عايزة تبقى ايه بقى بإذن الله؟ ان شاء الله انا ويا دخلت بقى سنة يا رب يا رب وانت محمد في سنة كام؟ ستة ستة؟ انت بقول لي بقى انت بتعمله ايه؟ احكوا لي ايه اللي بيحصل احكي لي اداليا بقى ايه اللي بيحصل؟ احنا بنعمل كوسكوسي ومخروطه وفطير مشالتت وابنجيب عصر ابيض وجبنا عزيمة وبنجيب كل حاجة كل اللي الناس عايزينه وبنعمل هولا مخروطة نشفة ومخروطة نشفة اه شعرية نشفة شعرية هو انت بتعملي كل حاجة دي في البيت؟ اه الحمد الله انت اللي بتطبخ يا داليا؟ ايه طبعا 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 ملاش انا ايازم هو سيه؟ يعني الفطير الحلو ده انت اللي عاملها؟ اه الله الفطير مش عالت اللي فلاحي يعني اه انت زي بتخمزيه في الفرن عندك ده انفع؟ عندنا اه فرن بتاع الفلاحين اللي هو صغير كده وبنعمل فيه الحمد الله بيطلع الخير كله والله يا رب دايما الخير كله عندي ومحمد وملك بيساعدوك؟ اه طبعا اكيد بجد؟ اه اه بتعملي فطير؟ انا بساعد ماما في الفطير وفي الكوسكوسي والمخروطة والحاجات دي ووقت ما بتبقى تعبانة اه اه ووقت ما بتبقى تعبانة وكده بيجي برضو بعض معاها هنا في الشغل عشان ماستبقاش لوحدة وكده اه ومحمد انت بتعمل ايه بقى من ده كله؟ انت اللي بتغلف الحاجات دي؟ اه بتغلفها؟ اه يعني انتوا كعيلة وعمين مشروعة؟ اه انا امامة محمد وملك اه تقربي من الماك بس يا داليا لا اسمك؟ اه انا اماما وبابا اه اه فين بابا بقى؟ موجود منفصلين منفصلين؟ اه ايه طبعا اعلمهم تعليم كويس ويبقوا كويسين ما شاء الله عليك يا ده ربنا سعيدك يا رب انا المبسوط ان انا معاك النهاردة ربنا يخليك يا رب طيب انا اعرف انت جاءت لك الفكرة منين وانا شاء بقى ان احنا لدينا تريسيكلا بيساعد ومن انت اللي بتسوقي ولا ايه اه انا بجد انت ساكنة فين هنا الحي الهداشة واحنا في الحي الكامل كده الناس هربتنا لا انا عاسم انا ما اخدتنا ش بال لا بس ليه احنا هدعايا بقى انت خلاص صاحبة ربنا يا كريمك والله ده ده مفاجأة ده حلوة جدا بالنسبة لنا وحاجك وياسة يعني شكرا جدا والله لا 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 احنا لسه المفاجأة لسه ما جادش احنا لسه بنتكلم كده لسه ما شوفناش هنعمل ايه مفاجأتك ايه عمدك المفاجأات مكادش حلوة لفترة اللي فاتت لا دي مفاجأة الله نحمد ربنا لا الحمد الله طول ما الانسان بياسها طول ما المفاجأات بتبقى حلوة والنبي بقى والنبي يا داليا قولي بقى الكل بيشوفنا لقمة العيش مش ايوة اشتغلوا والله اشتغلوا اشتغلوا والله صح؟ انا بدأت بتلاتة كيلو دقيقة اكسم بالله جاد لك الفكرة امتى يا داليا؟ بعد ما انفصلتي لقيت مفيش صرف فقلتي لازم اصرف على العيالي؟ لا مش قبل كده الصراحة بس انا منفاصلة من بدري اشتغلت كذا حاجة ويعني متوفقتش سكرتاريا المرتبت بتبقى ضعيفة شوية فقلت اعمل حاجة اعتمد على نفسي فيها الاول احنا كنا بشنطة صغيرة كده وكنا بنحط فيها مثلا الكسكوسي والمخروطة وننزل بها واللي يفطى الصغيرة دي حتهم حمد؟ اوارين يفطى دي عشان دي اللي خلتني اقف اصلا مخروطة وكسكوسي عماي البيتي بدون مواد حافظة يوجد فطير بسامن البلدي داليا ام محمد الله يكرمك ربنا يكرمك ويعزك يا رب مفاجأة جميلة والله ربنا يسعيدك يا رب دي انتي اللي عمللنا احلى مفاجأة باللي احنا شايفينه اه تاني عشان بس ابقى مجمع انتي قلت بقى لازم المرتب مش جاي بهمه انا ننزل واجري على لو متعيش انا وولاد بس هو انا عندي يطموح شوية يعني انا نفسي ملك تخشي طب بزم هي قلت بس ما كانش في دماغي يطب اسنان خالص يعني انا قلت طب وخلاص يعني ما حددتش حاجة اه فهي طبعا لو عندك ولد بتطعب علشانه تأسس وتعليم ويطلع حاجة كويسة كده فلازم طبعا تشتغل اه وتشتغل بكل جهدك عشان تقدر ته تسد معهم يعني اه اه مشا اللي عنده حلم هيبقى اه وولله بدأنا بتالاتة كيلو دقيق اقسم بالله ما كانش عندي مكنة مخروطه من كم سنة? من خمس سنين ما كانش عندي مكنة مخروطة ما كانش عندي فرن ما كانش عندي اي حاجة اه وحدة واحدة بدأت ادخل حاجة حاجة واحدة واحدة. لما ربنا كريم والله الحمد لله وكرم ربنا علينا لا يحصى ولا يعد. الحمد لله. ربنا يكرمك ويسعيدك. ويكتر من داليا. يا رب. عايزين داليا كتير. عايز اقول لك ماما نجمة عشان تبعي عارف يعني. ها? ماما نجمة كبيرة عارفة تنجل. احنا ايه وشينا حلو في كسكوسي بيديها. اه اه. يالله يا منا. احنا كده فضل كم كيس كسكوسي. فضل كسين? لا معينة معينة. نحن نحب نحب نطلع حاجاتك عشان الشمس. ده كسكوسي بلد. نخاف عالحاجاتنا. ده بارس. اه معمول في البيت. كل حاجة معمولة في البيت. لعاصل احنا بنجيبه البلد من عندنا والطحينة. انتم من بقى. اه نص شرائية ونص من المنصور. انا مش شرائية اقلم بك يا دالي. انا انا احضر لها. طيب. ماليش محمد. اه ماليش محمد. احنا قبل ما نكمل عشان عندي بس كام سؤال كده. تعالي ملك هنا قولي لي انت عامل ايه في المذاكرة قرامي بس شوية عشان انت عارفها المايك قصير فمش بطاية اعمل ايه في المذاكرة والله يا صعبة شوية بس الحمد لله تمام جبت كم سنوية جبت كم في العددية في العددية كنت جايبها ثواني ثواني 89% ما شاء الله ما شاء الله وانت محمد عملت ايه انت لسا بست ابتدائي صح؟ صح انت ناوي تعمل ايه على فكرة هنروح فين؟ هنشتغل ايه؟ ناوي هتطلع مهندس يا رب يا رب حبيب هتطلع احلى مهندس هو هو فك وتركيب هو بيساعدك في كل حاجة وميل بيسوية تروسك لانت وملك ومحمد بيبقعدين وارضة انا ومحمد بيبقعدين جنبي او ملك تبقعدين جنبي كده الحمدلله ده ربنا كريم هو اجي قبل رمضان بيوم قبل رمضان اللي فده الحمدلله ده كرم كبير من عند ربنا والانسان كل ما اجتهد كل ما يلاقي في حياته خير كثير والله الله عليك يا ده ملك شعرك ايه ان ماما بتنزلوا بتشتغلوا كلكم مع بعض عشان ظروفنا تكون احسن والشغل مش عيب ايوه خليك رفع اليافتة دي خليها اليافتة دي مرفوعة كده احنا عايزين اليافتة دي معانا طول اليوم مخروطة وكسكوسة عمال بيتي بدون مواد حافظة بدون ايجوز فطير بلدي بالسامن انا فخورة بيها جدا عمري ما اكون فخورة بماما انا فخورة بيها دلوقتي وفرحنا بيها وفرحان ابتعبها علشانى وعمري فحياتي ما هلاقي ام حنائنا وعمري فحياتي ما هلاقي ام زى ماما اصلا ربنا يخلىهالك يا رب ربنا يخلىهالك في كتير وحيط ربنا هيا ايه ام دايما كده ايه ام 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 اللاه كل الام هاد كده مش انا بس ده قول ايه ماما محمد بصوا كده عشان الناس تشوف الوش الحلو اه قد تنخلها عشر عايب تسعة عشانه يا حاجة يا روح يا أنت طيب محمد ما بيعرفش يعبر عن نفسه على فكرة دي مشكلة بيتكسب وموقف باباهم ايه بابا فين دلوقتي بتقولوله ايه بيتكسب ما بيكلمكوش لا لا ولا بيسع عليكم مش مشكلة يعني ده اختيارات ودائما الانسان بيعرف اختاره الغلط بعدين يندم عليهم الحمد لله الحمد لله نحمد رباني طيب وليه بقى احنا عزين اعمل دعاية بقى حلوة للمحل بتاعنا هنا مشروعنا ايه احنا دلوقتي بنبيع ايه تاني فطير بلد وفاضل فطرتين اللي عايز يلحق ان هو يأخذ فطير معانا حلايا مفطير وكوسكوسي ومخروطة وكل يوم بيبقى معانا وصل ابيضة جبنة قديمة بنعمل كل اللي الناس عايزينه يعني هما يكلمونا عايزين كوفتة روزة عايزين منبارة عايزين اي حاجة بنعمل كل حاجة فتبجي حزوها في البيت وتيجي على هنا انا ممكن اعد طول الليل والنهار اشتغل وانام ثلاث ساعات عشان خطر ولادي ما عنديش مشكلة الحمد لله لحمد رباني قوليلي بقى ما عيدك هنا امتى احنا مكاننا فين من الساعة ثلاثة ستة اكتوبر محور جمال عبد الناصر قدام قدام مكان كل يوم موجودة هنا من الساعة ثلاثة من الساعة ثلاثة لحد ما ربنا هيصر الحياة لقيت ما الحاجة تخلص بس هاي شايف عربيات انا باقيت كمي ولا ما بعدي كان شايف عربيات بتوقف وشايف ناس بتعدي وبتوقف يعني قبل ما اجيلك كان فيها عربية واقفة بتشيري حاجة قبل ما وقفنا والله العظيم الناس لو يقولنا نشكر انا بشكرهم كلهم الاول هم يعني تاجع العراسي ربنا يصلحها لهم يا ربي جميعهم ويسترع معاهم الناس هم اللي شجعونا نكمل والله العظيم منكرم اخلاقهم وزقهم صراحة بقى يعفوا يشتروا مننا ويقولوني احنا عايزين كزا وعايزين كزا وعايزين كزا ينفع تعملهم كم كده كنا بنعمل لهم كل حاجة الحمد لله يا رب انا عمل مسابقة